واقع الأمر الأربع سنوات الماضية شهدت الكثير من إجراءات لجهة التدخل أو عدم التدخل مما أنتج نتائج تلبية جداً فمن المهم تفاديها خلال المرحلة القادمة لا أريد أن نطلق الأحكام مسبقاً بشأن إما الزيارة أو مقال أسيئة الأمريكية وطريقة وطبيعة الدور الأمريكي بالتعاون مع أطراف المجتمع الدولي المؤثر الأخرى إن كان ذلك في إطار الربعية والتي لدي الكثير ما يمكن أن أقوله بشأن تدهور مستوى الدور الذي لعبت على مدار السنوات الأربع الماضي على أي حال أنا أعتقد أنه من قيم الأمور خاصة للجهة المدى اللي نلمس فيه أنه هناك فيه اهتمام بشكل جدي بمتطلبات نجاح العملية السياسية أنا أضعها بهذا الإطار وتحت هذا العنوان ليس موضوع المفاوضات إعادة اطلاق المفاوضات وبعد ما أفرزته الانتخابات الإسرائيلية حتى بعد ما أفرزته الانتخابات الإسرائيلية أو قبل ذلك أو ما بينهما الموضوع لصراحة فيه مرة أخرى عنوان فيه تبسيط للأمور أكثر من اللازم عندما توضع في إطار والله جاي أوباما لإعادة إطلاق العملية السياسية أو عملية المفاوضات أو دور المفاوضات في المحل النقطة الأساسية هي حل رح يكون هناك وهذا السؤال وهذا نقطة التركيز اللازم أنه من خلالها يتم تقييم الخطوات الواجب باتخاذها أو الحكم بشأن مدى نجاحة هذه الخطوات اللي ممكن أن أتأخذ بقبل الإدارة الأمريكية وشراكاءها الآخرين على الساحة الدولية مدى الاهتمام ومدى جديد الاهتمام بمتطلبات النجاح طيب قد يش بدون عندي أنا استعداد للاستثمار بعملية سياسية لإنجاز قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة مدى عام 1967 إذا نواة هذه الدولة ومكون أساسي من مكونات صنع السلام وعملية السلام في الشرط الأوسط متروك على مدار السنوات الثلاثة الماضية عاجزا عن الحصول على مساعدات بمستوى شهري بمعدل حوالي 100 مليون دولار يعني كيف ممكن أستثمر في جدية وصدقية عملية سياسية في الوقت اللي مكون أساسي من مكونات هذه العملية متروك يعاني أزمة مالية خانقة عصفت تقريباً بوجوده وبإمكانيته على الاستمرار في التعامل مع الاحتياجات والانتزامات المختلفة واللي في جوهرها لأساس هو التنكين والمزيد منه وتعزيز قدر شعب فلسطين على السمود والثبات والبقاء على الأرض يعني هاي نقطة بداية يعني هيك الحكم بيكون على هل مقاومات النجاح بتم التعامل حولها اثنين الإجراءات الإسرائيلية اللي وبشكل ممنهج تستهدف الوجود الفلسطيني خد مثلاً على سبيل المثال الغارات المتكررة لإسرائيل على حتى مناطق السلطة المصنفة ألف اللي هي المدن 17 أو 18 فهي من ليش القبول بذلك والتسليم به كقدر أساساً هو مخالفة للاتفاقية كما هي القائمة الاتفاقية أصلاً بين الطرفين تحضر على الجيش الإسرائيلي أنه يدخل على مناطق السلطة بين السلطة المصنفة ألف هذا الكلام تم تجاوزه باتجاه كسره في بان الانتفاقية الثانية وبعد سنوات من ذلك وهناك إقرار بأن الحال لم يعود كما كان عليه ليش ما فيش تدخل بما يكفي لوقف هذه المورسة واللي هي طبعاً تشمل فيما تشمل لما بتكون الغارات اعتقالات بشكل يومي فيه عننا ونحن نتحدث عن المتقلين أسرى مضربين على الطعام حياة أربع منهم مهددة بالخطر يعني يذكر سامر عساوي بشكل أساسي لكن هناك وطبعاً حياته بالفعل في درجة عالية ووصل المرحلة العالية من الخطر على حياته هناك أيمن الشراوني جعفر عز الدين طارق قعدان وآخرين من هم مضربون على الطعام كيف مسائل من هالنوع وهم معتقلين على خلفية إدارية واعتقال إدارية حتى قانون إسرائيل نفسها فش فيه بإطار القانوني قانون إسرائيلي هذا بلجأوا فيه لقانون وإيام الإتداب البريطاني على فلسطين كيف فيه قبول فيه إجراءات من هالنوع تدعمون مفاوضات على قصص جديدة دكتور ويكون في مشهدها تحكيم أو وساطة دولية أو تواجد دولي فيه فيه مجبوعة من الطلبات اللي هي مش بطبيعة يعني تنفيذها مش لازم ينظر له كإجراءات حسنية من قبل إسرائيل فيها فيها صح وفيها غلط تمييز يعني على هذا التمييز ضد الوجود الفلسطيني ضد الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية بسرش أنه أي إجراء مطلوب من إسرائيل في هذا المجال يطلب باستحياء من قبل المجتمع الدولي كأنه يعني عملين معروف هذه متطلبات لكي ينظر لإسرائيل كجزء ومكون من منظومة المجتمع الدولي المسؤول يعني إجراءات بديهية أنت اليوم لما بتحرم سكان البدو في الأغوار في المالح وغيرها وزوروا مشوف من أنه يصلوا إلى مي من مصورة مي أساساً طلعة من أبار جوفية فلسطينية من ريحة جوفية فلسطينية ومخصصة للمستوطنات غير الشرعية الموجودة في غير الأردن بتمر من تحت أقدامنا عاجزين عن الوصول إلها وأكثر من ذلك جيش الاحتلال بصادر خزنات المي اللي بنزود فيها آلنا هناك باستمرار بصادوها شو معناته؟ معناته أنه يجعله من هذه المنطقة منطقة طاردة للوجود الفلسطينية فيها كيف ممكن أنا أستثمر في عملية سياسية؟ قبل ما أحد يحكينا بالمفاوضات قبل ما أحد يحكينا في عملية سياسية إذا بد يكون أي نوع من الجدية يجب التدخل تحت هذا العنوان أنه هناك فيه متطلبات أساسية تنفيذها لا ينبغي أن يستمر النظر إله وكأنه معروف أو فضل من قبل إسرائيل هذه قبل محتلة عليها التزامات موجب القانون الدولية يجب أن تكون مسؤولة عن تنفيذها وأن تكون مساءلة في حال قدرة التلفية شهدت في العملية قيام دولة فلسطينيين باستقل العرض الفلسطيني المحتلة كيف يستقيم هذا بموضوع الاستيطان؟ كيف يستقيم هذا طبعا في كل مكان بماشر بالكدس؟ كيف يستقيم هذا مع إمعان إسرائيل في اتخاذ قرارات قاضية بالاستبرار على الإبقاء على حالة الإغلاق القائمة على المؤسسات الفلسطينية في الخدس الإختارات الهدم إختارات الإخلاق في الخدس في الأغواغ في جنوب شرق نابلس في جنوب الخليل خرى بأكملها مهددة بالإزالة تحت عنوين ومسميات على سبيل المثال وهذا المجتمع الدولي ليس لهذه الدرجة يعني بركز عليه تحت مسميات أنه والله إحنا بحاجة لهذه الأرض خذ العقبة في محافظة الطباس على سبيل المثال تحت مسميات أنه هذه المنطقة نحن بحاجة إلها مشال تدريبات عسكرية أحنا مسألنا على أي أساس بدي يكون فيه هناك يعني جدية في المطالبة في إطلاق عملية سياسية لما تكون متطلبات ومقاومات أساسية للنجاح مش متوفر بدءا بالاعتمام بالسلطة اللي هي اللي هي نواة الدولة المستقلة فبالتالي لا إحنا من نتوقع أن يكون فيه هناك إقلاع عن محاولة الدفش باتجاه أنه يلا بس هي كل الموضوع أنه يجتمع الفلسطينيين والإسرائيليين مع بعض وتنحل خضية هذا الأسلوب الجهرب مرارا ولم ينتج ولم يسفر عن أي شيء إيجابي لا بالعكس تعمق الاحتلال وتمكن الاحتلال من إحكام قبضتها على أرض الفلسطين المحتلة بما يتعارض تماما حدث أساسي وبعدد هذه مكونات أساسي وكلها عناصر ضعف وإضعاف خارجية متصلة بالاحتلال وفي فشل المجتمع الدولي أن يطلع بمسؤولياته السياسية القانونية والأخلاقية تجاه استمرار الاحتلال وإمعانه في إحكام قبضة ننجح ثاني عناصر ضعف داخلية الآن المصالحة هل ترى أن هناك تغير في النفس الفلسطيني تجاه تنفيذ المصالحة وتشكيل حكومة وحدة أو إذا صح التعبير أو انتقالية تعبر بالفلسطيني لانتخابات تشريعية ورئاسية بدون عادة الوحدة لن نتمكن من أن تكون لنا دولة بصراحة يعني مخومات قيامات الدولة غير متوفرة حتى يعني في الإطار السياسي منظومة العمل السياسي القائمة قائمة على أساس هذا المفهوم لما يصير فيه تمسك فيه حصل سابقا كان على سبيل إثال ومحاولة فيه عام 2007 لتشكيل حكومة حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج وفاق ما يسمى وثيقة الأسرة قاما بعدادها أسرانا في معتنفلات الاحتلال فيه شيء من هذا القبيل فيه يجب أن نكون فيه التوافق تم بشأن مفهوم الأمن لماذا نظل المسألة هذه خاض على المزايدة والكلام الطالع والنازل اللي لا يسمن ولكنه ضار إذا كنت تحدث أن حكومتك هي ليست الحكومة المثالية حاليا والحكومة المثالية هي التي يعني تمثل كافة أطياف الشعب الفلسطيني وجود حماس سيعيد كرة الحصار المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية كيف يمكن الخروج من هذه المعضلة؟ أنا أعتقد أنه الحصار قائم ولا يتصل فقط بوجود حماس من عدم وجود حماس أنا أعتقد أنه مر لنا من يوم أول تقريبا في إطار عملية السلام وهذا المسمى نفسه بحاجة يمكن الأشياء من التمعيس بحصار بدرجات متفاوتة من الشدة بلغى درجة عالية من الشدة في عام 2006-2007 لكل فترة ولا يزال الحصار قائماً لليوم فيما يتصل بخطاء غزة وإن كانت هناك إجراءات بدأ وكأنه ما عادش في حاجة للتدخل في هذا الموضوع ولكن لا يزال هذا الحصار قائماً وهو حصار جائر يجب أن ينهى في الوقت نفسه ألا تعتقد أنه هناك حصار وإن كان بشكل آخر في الأجزاء الأخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة ماذا يمكن أن يسمى ما قال إليه الوضع في القدس على سبيل المثال وضع المحيشة التحديد الدائم لوجود أهلنا هناك الوضع التعليمي مستوى الخدمات إلى آخره في القدس أليس هذا شكل مشكل الحصار؟ محاولة عزل القدس عن محيطها الفلسطيني أليس هذا شكل مشكل الحصار؟ الحصار إحنا لازم أنه نفهم مسألة أنه هذه مش مسألة تحتقار أنه والله فصيل لما بيجي معناته بيصرفي على حصار ولما هذا الفصيل بيكونش موجود في منظومة الحكم الإبارة بروح الحصار هذه مسألة الكل الفلسطيني مستهدف فيها وعناصر التفتيت والضعف لا يمكن إلا أن تسهمها بشكل سلبي جداً لجهة عدم تبكيننا من الوصول للحرية والاستقلال وأنجاز الدولي بالتالي إحنا لازم نجاوز هذه الخصارة حصولهم على دولة والتفاعلات العربية هل هذا إدعى ما يعني؟ قبل هذه لازم أنك بعد إذنك في نقطة أنت أثرت له موضوع الحصار بإطار أنه طيب بكرة إذا أجد حماس معناته أنه رح يصير الحصار الوفاق إذا ما كان له أن يكون دائماً ومستداباً لازم يكون فيه أسس متفق عليها بعيداً عن الشعارات التي تطلق من حين إلى آخر من هنا وهون اللي هي بحد ذاتها مرة أخرى بتضفش جوهر لما العكس هي بتخرب على سبيل المثال ما ذكر أنه والله فيه حجة عن مصار وفيه خوف من حصار مش صحيح لكن ليس هناك حاجة إحنا من أسس لدولة أنه يكون في عنا فهم كفلسطيني مشترك لمثلاً دور الأمن طبيعة المهمة الأمنية ليش نظلنا في هذا الموضوع مش مرسمين الإشي اللي في واقع الأمر إحنا مؤتمدينه كسلطة وفنية فلسطينية أنه إحنا توجهنا قائم على أساس مقارعة هذا الاحتلال مقاومة هذا الاحتلال فيجب حسب الأسس وعدم تجاوزها في هذا الشأن كما أيضاً في موضوع الانتخابات كما في بشكل عام بشكل عام النظرة لدور المواطن الحريات العامة هذه مسائل ومفاهيم أساسية اللي يجب أنه يكون في حسب إلها لها علاقة مباشرة لمفهوم الدولة وعلاقة الدولة طب يعني هل وصل الطرفان إلى هذه القناعة بأن الكل حاول أن يظهر تجربته وكأنها هي الأنجح سواء انقطاع غزة برنامج مقاومة أو فياضفة برنامج التنمية وبناء أسس على الدولة الفلسطينية هل تجاوزنا هذه المرحلة أنا بأعتقد أنه ما كانتش لازم المرحلة تكون قائمة من الأساس ولا كان إطلاقاً يعني ينبغي نظر إليه على أساس أنه والله سبق خيل بين ضغفة وغربي وقطاع غزة ليس هناك من نجاح إطلاقاً ولا يمكن أن يكون إذا ما كانش النجاح بأمن في كل الأرض الفلسطينية وإذا ما كانش بيصيب ويستفيد منه كل مواطن فلسطيني بصراحة ولا عمره ما كانت عنه هذه النظرة إحنا نعتبر حلنا مشروع فشل طالما الاحتلال قائم هذا هو الأساس فعلى إيش الشطارة أو تشاطر خلينا أسميه مش هذا موضوع يعني هذا امتحان أنت تفشل فيه حتى ما عندما يقال أنك ننجحت طالما أنه إحنا مقسمين وطالما أنه يعني غير موحدين الجهد غير موحد وطالما أنه على الأقل بسبب ذلك الاحتلال ممعن في الاستهتار بكافة الأرعاف والقواني المواثيق الدولية ذات الصلاة بهذا الشكل وشو النجاح اللي بنحكي فيه إحنا مشروع يعني دولي ولا نزال لأنه مظبوط أنه تبعت ما كانت فلسطيني لدولي الآن بأمم المتحدة ولكن الواقعنا هي دولة محتلة دولة ذات أراضي محتلة بدان أنت من هذا الموضوع إذا ما حدثت انتخابات الطموح السياسي لدولتكم هل ستخوضون الانتخابات بأي شكل لن يسعدني أكثر إطلاقا من أنه ننتهي من هذه الحقبة وأنه نكون فيه هناك أعادة وحدة للوطن مؤسسات الشعب الفلسطيني بدءا بحكومة قادرة على الأداء في قطاع الزوغة الدفاقية في آن واحد هذا أساس وبالتالي أنا ما عندي إطلاقا إذا الحديث في موضوع طموح السياسي ما يتجاوز الاعتماد بما هو بين إيدي اليوم دكتور رغم ما يثقلكم من أزمة مالية ومسؤوليات كبيرة ولكن أيضا أنتم مسؤولون عن الشعب الفلسطيني في الشتات اليوم الفلسطينيون في سوريا يتعرضون للتهجير واللجوء مرة ثانية وثالثة ماذا تفعلون إذا هؤلاء اللاجئين ومن هم تحت القصف حاليا هل لديكم قنوات اتصال لإنقاذهم هناك الجهد دائم في هذا المجال ولا علاقوا نمسهم على إن كان ذلك على ما سوى اتصالات أو محاولات يعني بشكل مباشر للتعامل مع هذا الموضوع بطرق وأسالي مختلفة وبما يشمل الاتصالات وفيه هناك زيارة مقررة لسوريا من خلال وفد من منظمة التحرير الفلسطينية عودة البعض للأراضي الفلسطينية كان تحدث السيد الرئيس عن هذا الموضوع ونفت إسرائيل ذلك هل لديكم أي معلومات حولكم حصل وفي تعقيدات من النوع الذي تحدث عنها السيد الرئيس وطبعا نحن لسنا إطلاق ولا يمكن أن نكون بوارد مقايضة في هذا الموضوع يعني عودة الموضوع حق العودة لا يمس تحت أي ظرف قائدتكم إسرائيل بشيء سياسي مقابل عودة عدد من اللاجئين السوريين الفلسطينيين السوريين يعني حتى تكون أمور مضوعة في السياق الصحيح نحن بكل تأكيد إن كان في إطار المعاناة الإضافية اللي بمر فيها شعبنا الآن في الأراضي السورية وإن كان في الوضع المأساوي القائم والمزمن في مخيمات الشرطات ما يشمل لبنان بوجه خاص مخيمات الشرطات بشكل عام هذه مسألة لا يمكن أن تحل إلا من خلال التعاون بشكل جده مع أعمال القانون الدولي كما ورد بشأن حق العودة أما فيما يتحلق بتخفيف المعاناة فهذا أمر واجب علينا بأي شكل ماشكال ممكن إنما ليس في إطار مقايضة ولا في إطار توطين إلى倍 شكرا شكرا شكرا